الله أكبر و الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم أمره بين الكاف والنوم إذا أراد أمراً أن يقول له كن فيكون أيها الأحبة قضية قضية تشغل كل مسلم في هذه الأيام بل تشغل الناس ألا وهي قضية الرزق فابتبوا عند الله الرزق ينشغل بعض الناس برزقه بل يكون مهموماً أحياناً بسبب الرزق أو بسبب ضيق رزقه ولو علم المسلمون أن الرزق حبلاً ممدوداً من السماء لغتاحت قلوبه فهيا بنا عباد الله في هذه العجالة السريعة مع آيات من كتاب الله عز وجل ومع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تطمئن النفوس ولكي تستريح القلوب فالآيات كثيرة بحمد الله عز وجل ولو توكل الناس على الله حق التوكل لرزقهم كما يرزق الطيب ولكن الناس اعتمدوا على أنفسهم بل واعتمد بعض الناس على المرزوق ولم يعتمدوا على الرازق فإن الرازق هو الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ كِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إذن الذي يرزق هو الله هو الرزاق سبحانه وتعالى يرزق النملد في جحرها ويرزق الدواب بل يرزق الفاجر ويرزق الكافر مع كفرهم لذلك أيها المسلم لا تيأس ولا تحزن واجعل الهموم همًا واحدًا اجعل همك هم الآخرة لذلك الله عز وجل يرزق الدواب قال الله عز وجل وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ في كِتَابٍ مُّبِينٍ أسمعت هذه الآية وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ في كِتَابٍ مُّبِينٌ وقال الله سبحانه وتعالى مع أن السعي في الأرض وأن المعيشة في الأرض فالله عز وجل قال في آية عظيمة وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ في السماء الرزق في السماء مع أن السعي في الأرض ليبين لك أيها الموحد أن الذي يرزقك هو الله سبحانه وتعالى وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ وَكَأَيٍّ مِنْ دَبَّةٍ فِي الأَرْضِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وهو السميع العالم آيات في ذلك كثيرها والرزق أيها الأحبة رزق مقدر الله عز وجل قدر لك هذا الرزق قبل أن يخلوقك أنت أنت تسعى وفقد أما الحزن وإذا ضيق الله عز وجل على بعض الناس الرزق اجتالتهم الهموم والغموم والكروم مع أن الله سبحانه وتعالى طمأن النفوس طمأن الناس أخبرهم أنه هو الرازق ليس هناك مسجد يرزق أحد ليست هناك هيئة ترزق أحد ليست هناك شركة ترزق أحد ليس هناك أحد يرزق أحد بل الرازق هو الله سبحانه وتعالى ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستضر عليها لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى أنت تسعى فقد أما الرزق فعلى الله سبحانه وتعالى كما قلت يرزق الكافر فكيف لا يرزق المؤمن الموحد بالله سبحانه وتعالى فرزقه مقدر قبل أن يخلق السماوات والأرض مكتوب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال القلم يا رب ماذا أكتب الله عز وجل يقول للقلم أكتب فيقول ماذا أكتب يا رب فيقول أكتب مقادير الخلاعيك إلى أن تقوم الساعة وفي لفظ أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال القلم كيف أكتب يا رب ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلق والخلائق وفي رواية أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام والله عز وجل قدر هذا الرزق قبل أن يخلقك وأنت في بطن أمك الله عز وجل حدد لك الرزق كما في حديث ابن مسعود وغيره أن الله سبحانه وتعالى وكل بالرحم ملكا الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فقال الملك للملك ماذا أكتب؟ وماذا أفعل؟ بهذه النطفة يسأل ربنا سبحانه وتعالى أي ربي نطفة علقة مضغة يقول يا ربي نطفة أي هذه الحيوانات المنوية تتعلق بويضة المرأة فينشأ بعد ذلك الجنين أم أسقطها بإذن من الله سبحانه وتعالى قال علقة قال علقة إذا أراد الله عز وجل أمرا أن يقول له كن فيكون علقة أي تتعلق هذه النطفة برحم المرأة أي ربي مضغة أي ربي مضغة علقة أم أسقطها فيقول علقة أي ربي ماذا أكتب؟ أشقي أم سعيد؟ ما أجله؟ ما رزقه؟ وفي رواية أيها الأحبة فيكتب الملك ويقضي ربك ما يشاء يكتب الملك ويقضي ربك ما يشاء لذلك أيها الأحبة أمرا لا دخل الإنسان فيهما الرزق والحياة قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق بمعصية الله عز وجل لأن من الناس لا يبالي أن يجمع المال من حل أو من حرام مهم يكسب المال وفقط حرام ربا مش مشكلة ينصب على الناس مش مشكلة يأكل أموال الناس بالباطل مش مشكلة المهم جمع المال يأتي على أمتي زمانهم لا يبالي فيه الرجل أجمع المال من حل أو من حرام مهم يجبع المال لكن المال هذا لابد أن يكون من حلال الله عز وجل قدر لك هذا المال من حلال فلماذا تذهب إلى الحرام؟ لماذا تتاجر في الحرام؟ لماذا تبيع على بيع أخيك؟ لماذا تسوم على ثوم أخيك؟ لذلك أيها الأحبة قضية رزق مهمة لا بد أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده مع الأخذ بالأسباب مع الأخذ بالأسباب المشروعة في أسباب ممنوعة في أسباب محرامة كما قلت مال من حرام لا بد أن تجمع المال من حرام من حلال لا تجمعه من حرام لذلك سئل حاتم الأصم رحمه الله بما حققت التوكل يا حاتم؟ قال حققت التوكل علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن له قلب وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن له قلب وعلمت بعملي فلا يشتغل به أحد فأيقنت عملي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيه وعلمت أن الموت يبادرني فانتظرت الموت استعد للموت يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه سدف القلب اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى تقو الله وأجمل في الطلب لأن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها وروا الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رد الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي حسنه الألباني حديث عظيم جدا لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يحرب من الموت لأدركه رزقه كما أدركه الموت قل إن الموت الذي يتفرون منه فإنه ملاقيكم هتفر من رزقك لو عندك يقين هتفر من رزقك رزقك سيأتيه كما تفره من الموت حتما لابد أن يأتيه فلابد أن تطمئن النفوس ويتمئن القلب بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب لا تنام طوال الليل وتوال النهار وتجلس في الأماكن المحرمة تقول لو أن الله أراد أن يرزقني لرزقه لا مع الأخذ بالأسباب قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها امشوا في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشوب وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك مطبا جنيا فاكولي واشربي وقري عين خذي بالأسباب ومن الناس لو أغناه الله عز وجل لفسد حاله بن حكيم في العطاء حكيم في المنع أنت تقول أعطيت الولد لحكمة ومنعت هذا الولد لحكمة فلماذا لا تنزق الحكمة إلى الله سبحانه وتعالى من النز من يفسده الغنى والمال فالله عز وجل ينزل قدر قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر وإن من الناس من يقول لو أعطاني الله سبحانه وتعالى المال لفعلت وفعلت وفعلت وإذا أعطاه الله عز وجل المال ووسى عليه بخل بمال الله سبحانه وتعالى وهذه صفة من صفات المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا بس ربنا يدين والله لما يدين لا تصدق ويغسم بالله عندما يعطيه الله سبحانه وتعالى لا يتصدق يبخل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا ولنكونن من الصالحين فلما آتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاكا في قلوبهم إلى يوميا كونه إلى ما أخلثوا الله ما وعدوه أيها لحبة الفضلات لابد من وقفة مع هذا الرزق مع هذه القضية التي شغلت كثيرا من الناس فلابد أن نأخذ هذا المل بحل وأن نأخذ بالأسباب المشروع التي شرعها الله سبحانه وتعالى والأسباب المدية والأسباب المعنوية الأسباب الرزق قسمان سبب مد وسبب دين سبب مد أن تأخذ بالأسباب الله عز وجل يعطي الكافر ويعطيه الكثير أنه أخذ بالأسباب أخذ بالأسباب أخذ بالأسباب ومن الناس من يمنع هذه الأسباب روى ابن أبي الدنيا بسنة صحيح أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأوا ناسا من أهل اليمن فقال لهم من أنتم فقالوا نحن المتوكلون فقال لهم عمر من أنتم المتواتلون المتوكلون المتوكلون من ألقى الحبة وتوكل على الله خذ بالسبب ولا تعتمد على السبب خذ بالسبب ولا تعتمد على السبب لأن السبب الاعتماد على السبب قضح في التوحيد قضح في توحيد الله سبحانه وتعالى وخذ بالأسباب التي في إنك نيادك أنت والله سبحانه وتعالى سيرزق أيها الأحبة رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكان السلف رضوان الله عليه الأجمعين عند هذه القضية أي قضية الرزق كانوا عند حسن ظن بالله سبحانه وتعالى فأخذوا بالأسباب هذه أسباب خذ بالسبب تحرك اعمل أي عمل شريف حتى ولو لم يناسب مهنتك مهم عمل شريف وليس المقصود بالرزق الملوى فقط والله والله قد يظن الناس أن الرزق مال لا والله الرزق صحة الصحة رزق أنت الآن تستطيع أن تسمع غيرك لا يستطيع أن يسمع نعمة أنت الآن تستطيع أن ترى غيرك لا يرى نعمة غيرك شل جنبك وشل لسانك ومعه الأموال الكثيرة ولكن لو قلت له أتدفع هذه الأموال كلها ويرجع الله سبحانه وتعالى لك صحة فقال لك نعمة فكم أنت في نعمة إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تذين النعم النفس تجزع أن تكون فقيرة يجزع الإنسان أنه فقير والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها لذلك أيها الأحبة الكرام من الناس لا يستطيع أن يحرك يده حتى يهرش ما في ظهر أو يفعل هكذا من الناس لا يستطيع أن يحرك يده من الناس لا يستطيع أن يحرك ساقة من الناس من حرم هذه النعم أنت أرنت أنت أعطاك الله عز وجل هذه نعمة فاشكر الله عز وجل الدوجة نعمة الولد نعمة سماعك نعمة بصرك نعمة راحة البالي نعمة افتقدها كثير من الناس خذ بالأسباب أما الأسباب الدينية يا كثيرتهم بفضل الله سبحانه وتعالى منها التوكل على الله لا تتوكل على بشر لا تتوكل على أحد خذ بالسبب ولا تتوكل إلا على الله الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ومن يتوكل على الله فهو حسبه هو كفير ربنا سيكفيك بإذن الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا تقوى لفتحنا عليهم بوكات من السماء والأرض ولكن كذبوا يبدو أن تفضل بهذه الأسباب تعتمد على الله صدق صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب أرجو من الإخوة تقدموا قليلا التوكل على الله ثم بعد ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له بخرجه تقوى هذه التقوى افتقدناها أي ولا تقوى الله عز وجل في السر وفي العلانية نعوذ بالله من ذنوب الخلوات تقوى الله عز وجل في السر وفي العلانية ولا تحكرن من المعروف شيئا ولا تحكرن من الناس أحدا فرب أشعر أخبر لو أقسم على الله لأبره وليس بالصور أي ولا عب والله ما بالصور ولا بالأشكال والألوان ولا بالجنس ولكن بالعمل إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التوكل تقوى الله عز وجل صينة الرحل عز مالة يزيد عز ربنا سبحانه وتعالى يعطيه صلة الرحل أب الأم صلة خاصة صلة الرحم عامة وصلة الرحم خاصة برك بأمك برك بأباك برك بأولادك برك بزوجتك توسع الرزق ألم نصدق الصادق صلى الله عليه وسلم افتقدنا الثقة في النبي صلى الله عليه وسلم افتقدنا الثقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الحواء قال من أحب أن ينسأ له في عمره يعني أخف عمر عمر أجل ربنا طاول في عمره تهتف سرز العلماء إما أن يبارك الله عز وجل في عمره أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجل فإذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعاتا ولا يستقدمون إما أن يبارك الله عز وجل وإما أن يؤخره الله تأخيرا حقيقيا من أحب أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحبا أخر مرة تصدق أم كنت آخر مرة برد أبوك أنت يا من تفضلون أزواجكم على أمهاتكم بر الأم يكون سببا في توسيعة الرزق مش نقول أن جرب لا تجربة لا إذا قال النبي قولا فلا بد أن كن عندنا يقين صلى الله عليه وسلم وما ينتفع عنه أبو ثم الإنفاء الإنفاء نعم يوسع الرزق بعض الناس ولك اللي يعوز البيت يحرم على الجامعة هذا مثال خاطئ الله المعز وجل قال وما تنفق من شيء فإن الله يخلفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح القدسي يا ابن آدم أنفق ينفق عليك أنفق ينفق عليك أنفق على أهل الأخوة أنفق على إخوانك فرج كربات المقلوبين أنفق على المسجد المهم أن تنفق لله سبحانه وتعالى لا تنفق لأحدهم الإنفاء الإنفاء سبب من أسباب توسعة الرزق أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا أنفق ينفق عليه أرجع الحديثة عن بقية الأسباب إلى بعد جنس الاستراحة لا تكون قولي هذا واستغفر الله لي ولكم تستغفروه الحمد لله بقي سبب وهو مهم أي والأحبة من الأسباب التي توسع الرزق بعد الإنفاق بسبيل الله وأنفق الإنفاق أوجه الإنفاق كثيرة جدا على الأرامل على اليتامة في المسجد تفرج كربات المقلوبين التفرغ للعبادة تفرغ للعبادة كيف أتفرغ للعبادة ويمدخل الله عز وجل إن دنا حديث عظيم من الأحاديث القدسية التي تبين ذلك يعني يا أجلس في المسجد هذا ليس فيه تعاوض على ما قلنا قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غناء وأسد فقرك سمعت يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غناء غناء بالله سبحانه وتعالى وأسد فقرك يعني تفرغ للعبادة مولاني تفرغ للعبادة عندما تسمع الأذان عندك موعد آدم في التلفون في كل مكان تهرغ إلى الصلاة ثم بعد ذلك فامشوا في مناكبها فإذا قضيتم الصلاة فانتجوا في الأرض تفرغ لعبادة أملأ قلبك غناء عندك غناء بالله سبحانه وتعالى راد عن الله راد بما قسمه الله عز وجل لك وكثير من الناس نسأله إذا سألته في الرخاب من الذي يرزبك يقول الله الله سبحانه وتعالى يرزبه وعند الشدة وعند الضيق عند الكرب وعند الامتحان وعند البلاء يسخط ويعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى ويقول لولا فلان هذا لرزقني الله سبحانه وتعالى بهذا المال فلان هو الذي وقف في طريقي من أجل هذا المال حيث خالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم تفضغ لعبادة أملأ قلبك غناء راد واعلم أن كل شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى لو اجتمع الخلق كلهم عن آميعوك رزقا لن ينعوك أبدا لازم يكون عندك يقين ولو اجتمع على أن يعطوك رزقا أو مالا لم يكتبه الله عز وجل استحال استحال أن تأخذ يا ابن آدم تفضغ لعبادة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم أن المعصية تكون سببا في زوال النعم المعصية تكون سببا في زوال الرزق المال ما نزل بلاء إلا بذنجب وما رفع إلا بتوبه فالمعصية تزيل النعمة المعاصي تزيل النعم تزيل الرزق لا تبارك في الرزق فاتقوا الله عباد الله واجعلوا الهموم هما واحدا الهموم هم الآخرة نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا قارون أعطاه الله عز وجل المال والكثير جهر كما تعلمون قص الله عز وجل بصدره في سورة القصص ولكن اعتمد على ماله اعتمد على جاهي اعتمد على شطاراته قال إننا أوتتوه من علم عندي بعض الناس أنا من مجهود يا أخي أنا شغال بالأربعين سنة من مجهود أنا لا والله مجهود كان سبب لكن لا بد أن تنسب هذا الرزق إلى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل الذي وفقه والذي أعطاك هذه الصحة لتعدي بهذا المال غيرك حرمه الله سبحانه وتعالى من كانت الدنيا همه آه من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شبه فرق الله عليه شبه و جعل فقه بين عينيه و جعل فقه بين عينيه اسمعه و لم يؤته من الدنيا إلا ما قدّر له ومن كانت الآخرة همّة الآخرة همّة الصلاة الصور الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الأخلاق الطيبة وخالق النسى بخلوق حسن همّك الدين همّك دين من كانت الآخرة همّه جمع الله عليه شمّله وجعل حناه في قلبه وأتتها الدنيا وهي راغية الدنيا تأتيك ستأتيك أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفات العلاء أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب غمّنا وحزننا اللهم اجعل القرآن العظيم ذهاب غمّنا وحزننا يا رب العالمين وذكرنا منه ما نسينا وعلينا منه ما جهنا وارزقنا تلوات آناء ليل وأطراف النهار اللهم ارفع الفتن عن أهل مصرى وتونس يا رب العالمين وعن جميع البلاد الإسلامية يا رب العالمين اللهم ارفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنهم الغلاء والوباء والزنا والبراكل والزلازل يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم عليك بالظالمين يحصيهم عددا واخترهم بيددا ولا تغادر منهم أحدا سبحانك اللهم وبحمدي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم ومبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم ومحمد